أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بين المهم والأهم اليوم حلقتنا متنوعة وبتضم أشخاص فنينين وموسيقيين تنحكي سوى عن مسيرتهم الفنية ومشوارهم بهالبلد يلي بدو صلاة أول فقرة معنا لليوم بيشترفني وبيساعدني أن أستقبل الممثل اللبنانية إليانا نعمة أهلا وسهلا فيك إليانا مرسي ندا أهلا فيك وأهلا وسهلا بكل يلي عم بتابعونا اليوم أكيد أنا أبدو مصوتي للصوتي كمانا بقل لهم أهلا وسهلا فيكن أعزائي قبل ما أسألك ولا أو سؤال بدي بس عرف عليك بسطور تحت المشاهدين يتذكروا سوى مشوارك الفنية حضرتك ملكة جميل صحيح ممثلة ولا أهدم وإنسانة تزرع الدحكة وين ما كنت إليك أعمال متنوع بالسوق المحلي إن كان تليفزيونيا أو سينمائيا إليانا نعمة أهلا وسهلا فيك حبيبة أهلا وسهلا فيك مرة جديدة مرسي إليانا تعرف عليك المشاهدين من خلال تتويجك كملكة جميل ببروغرام لمالك مكتبات بتخبرين شوي عن هالتجربة شو صار وقتها وشو كان السبب وكيف وقتها تتويجت ملكة جميل من كم سنة؟ قوي، هي سنة 2013 وكانت أول مرة بتنعمل بكل الدول العربية هي نعملت بالدول الأجنبية بس أول مرة كدول عربية سأبني الشانس أنه أنا ربحت هيدا الشيء يمكن يلي فتح لي بوابة كثيرة وبوابة واسعة صارت أنه هي كانت تحلم كنت أحلم قدم على مسليبان فكانوا دائما يقولوني ضعفة لا تربحي أجت هيدا المسابقة وقدمت وربحت هيدا الشيء ندا أنا حدا عنده سيئة بنفسه بس هيدا الشيء زاد لي سيئتي أكتر وأكتر بنفسي وفتح لي بوابة مهمة وبوابة كثيرة يعني سنة 2013 أنا تتوجت ومضال حدا ما حكي بالحدث إن قلبت حياتي بـ 24 ساعة 24 ساعة ومن وقتا فتحت الأبواب لأليك حتى تقود مشوارك بالشهرة صحيح صحيح اليانا هيدا التجربية اللي فتحت لك هي أبواب التمثيل هلا أنا ندا ما رح كذب عليك أنا قدمت قبل على التمثيل رفضت رفضت لعدة أسباب لأنه ممكن في أشخاص عندهم شكلي إذا بديك عندهم تكوين جسمي عم بيشتغلوا بالتمثيل فهني ما كانوا بحاجة هيدا الشخص لما أنا ربحت انطلبت انطلبت للشخص يلي تم رفضي من إباله واشتغلت أهم الأعمال عنده نعم هيدا شي كتير خلينيكون مبسوطة وبذات الوقت انبسطت أكتر أنه أنا مش بس من باب الجميل أنا فتت على التمثيل أنا أثبتت موهبتي الحمد الله وهيدا الأهم لأنه لو ما أثبتها كنت يمكن مو سلسلين قعدت بالبيت فلا الحمد الله عملت أعمال كتيري صحيح فتت بسينما يلي هي بده يمكن شغل بعض أكتر وأوسع نعم بتسكنينا شوي بقسيم الأعمال اللي اشتغلت فيهن من أول تجربتك لا هلأ كأعمال عندي مسلسل وجع الروح هو أول مسلسل أنا اشتغلته هلأ نحكي عمله صحيح واشتغلت مهرجة فيلم بالسينما اشتغلت كتير مع زياد بورجي اشتغلت كمينا يا رب هلأ على الفوضى بعقليتي بمسا أوقات اشتغلنا آخر مسلسل دورة جوني جبال كان عمينا عرض عبر شاشة الأل بي سي نعم خمسين ألف محرومين شاركت بكليبات كتير فكتير أمور إليانا عرفتي بدور جدة ودرامي بيحمل وجع الروح وجسدتي دور امرأة بمسلسل بيحمل نفس الاسم اللي هو وجع الروح كيف كانت هيدا التجربة البعيدة عن شخصية إليانا الفرحة كيف جسدت هيدا الشي يا هل ترى قطع عليك بحياتك هيك مراحل تنمر وقصص حزينة قطعت فيها من ورا مثلا الوزن الزائد أو كذا أو أنت قدرت تجسد هيدا الشي من خيالك دايما بقولنا ده أهم شيء المجتمع الصغيري اللي بيبلش بالبيت لأنه طول ما أنا تربيت أنه أنا ما يأثر في حكي العالم عني خاصة عن الوزن والتنمر هيدا الشي خليني أطلع أنا بسئة أوسع وأكبر للمجتمع الكبير هيدا أولا تانيا شخصية رولا بمسلسل وجع الروح كانت بعض المطار حب تشبهني اللي هي لما راح تتقدم على تليفزيون رفضت هيدا الشي أنا مرأ بحياتي بس ما كانت تشبهني لما كانت أمة تعييرة بالأكل هيدا الشي أنا أبدا ما مرأت فيه الحمد الله يعني هيدا نعمة لأنه أهم شيء تربية بالبيت هيدا الشخص يكبر بسئة كبيرة بنفسه طبعا بس بدي هون يعلق على شغلي أنا ما بشجع البداني بس طول ما أنا عندي هيدا الشي من الجسم المعين ما بيمنع أنه أنا عيش حياتي كتير طبيعية ما أتأثر بالعالم كيف بفكروا فيه أو كيف ينظروا لي ما في معيار للجميل ولا حدا أقرر أنه لازم يكون وزن معينة الإنسان يقدر يشتغل اللي بدويا أو يعمل اللي بدويا فرولا مش كتير بتشبهني بس في كتير ناس أصحابي حواليه بعرف قصصون بعرف أخبارون هيدا الشي ساعدني أنه أنا قدر أدي الدور بطريقة كتير درامية يعني بكيت من قلبي فيه أنه حسيت حسيت بالأشخاص يلي حواليه واللي حضروك شو كانت ردد فعلهم إن كان من الأشخاص اللي عندهم مثلا بدانة زايدة قالوا لك مثلا أنت جسدتي وضعنا أنت بتمثلينا أنت حكيت قصتنا شو قالوا لك الأشخاص يلي حسيت أنك أنت عم بتمثليون نادا أنا في كتير ناس صاروا أصحابي من وراء الانتخاب ومن وراء وجع الروح كتير ناس أنا ما كنت بعرفهم صرنا كتير أصحاب لأنه بتعرفي السوشيال ميديا بتخلي ناس يكونوا قراب لبعض أكتر في كتير ناس يحكوني من ميل أنه أنا ساعدتهم بمطرح معين أنه يقبلوا نفسهم ويحبوا حالهم من مطرح تاني صارت في أشخاص في بنت ما بنسيها عم تشكيلة همه يلي هو زيت قصة رولا يلي أنا جسدت بوجع الروح فنحنا عملنا شي كتير حلو وأنا بشكر الله أنه هيدا شي نوجد بوقتي بأيامي لأنه كان عندي دايما حلم أنه وصل فكرة أنه نحنا ما منفرق شي عن أي إنسان تاني شو اللي بيمنع أني أطلع ميس شو اللي بيمنع أنه أنا ميسل شو اللي بيمنع أنه أنا قدم ما في شي بيمنع طيب ملكة جمال البدينات يولي تبقى تأخذت اللقب وكنت أول شخص بيأخذ هيدا اللقب بالمنطقة العربية بالدول العربية ليه ما رجعنا شفنا بعدين انتي خبات يمكن شفنا من بعدك سنة أو سنتين سنتين وبعدين ما عدنا شفنا هيدا الشيء صار صراحة ما بعرف شو المشكلة ليه ما رجعوا كفوها هي نعملت سنتين من بعدي الرهجل أخذت أنا لأنه أول مرة دايما أول مرة بيعملوا هيدا البانيك العالم نعملت سنتين وتوقفت لأنا بدعي أنه يرجعوا يعدوها ويكفوها لأنه شي كتير مهم وشي موجود بأي مجتمع نحنا موجودين فيه فأنا بدعي أنه يكون في ناس عن جد تهتم وياريت أنا عندي الإدراء أنه كون أنا عم بيهتم بهيدا الشيء لأنه المفروض أنه ينوجد فيك تكوني سفيرة هيدا الموضوع صحيح يعني بتمنى هيدا الشيء لأنه عادة الملاكات الجمعين بيكونوا سفرة لمواضيع معينة أو بيحملوا رسالة ففيك تكوني أنت من إذا حداً عم بيسمعنا أو بحابب أنه يعمل هيدا الشيء إليانا هي سفيرتنا جاهزة ما عندي أي مشكلة بالعكس بقدم كل المجهود لهيدا الموضوع أكيد إليانا كسرت الدنيا بأدوارك بالمسلسلات الكوميدية وين بتلاقي حالك أكتر بأي نوع من الدراما الكوميديا أو التراجدية؟ الاثنين بحبهم بس الكوميديا فيها جنون وصعبة هي أصعب بكتير من الدراما أنت شخص كوميديا بحياتك؟ كوميديا بس دايماً ورد دحكي في حزن يعني مية بالمية يمكن أنا قلبياً شخص حزين بس ما بفرج العالم هيدا الزعل دايماً بفرج حالي لأنه أنا كتير مبسوطة لأنه أنا ببرتاحه ومبسط هيك فخبريني كيف الكوميديا عالم تاني؟ عالم تاني يعني خاصة مثلاً بدورة جوني جبالي اللي هي لولو لولو إنساني مجنوني درت أنا فرغ طاقة كتير كبيرة بهيدا الدور انسيت أصلاً أنه أنا إليانا لدرجة أنه نحنا بس خلصنا تصوير أنا ضليت سنة ضفيري ملونين ما أعرف ألبس تيب إليانا ألبس تيب لولو يعني هل قدي عشت معا لأنه طلعتني من حالي للمكسيموم طيب هيدا الدور لولو بتعرفي حدا هيك ولا أنت اخترعت هيدا الكراكتر؟ هل أنا خبروني أنه في حدا هيك بس ما بتوقع أنه في حدا هيك لأنه هي عندها يمكن هني مجموعة شخصيات مع بعضهم كونوا لولو أنا لما نقريت الدور وقريت الناس اللي ما أقول أنا ألعب هيك دور جنون بس لأ حبيته كل ما عم بقرأ أكتر صرت حبة أكتر في جزء تاني بعد ما تصور لينعرف هي ليلولو هيك لأنه ما في شي بيصير بالحياة بلا السبب يعني هي مظبوط خوطة ومظبوط معلقة بهيدا الشخص بس في أسباب يعني نعم نعم إليانا إذا أجيك هلأ دور نعم كوميدي أو تراجيدي أنت بتنقى شو بتنقى؟ تشتقت لالتراجيدي ترجعت جسدي شي متل ما عرفته أول مرة لأنه كتير 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 أسرت بأول مسلسل أجعله نعم 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 بتفكر بحاجة أنه أنا أصور هيك شي أكيد برجع بيقولك الكوميدي أنا بحبه كتير بس لأ بحاجة کہ أعمل هيكي دور بحس إنه هلأ يمكن بأعطي أكتر بكتير من قبل صار في خبرة صار في خبرة صار في أمور تعلمت أكتر وايه بتحبة اشتقت 말씀 싸 With that طب وضروري يكون كمانا نفس الدور يعني إنه ل POW ات العانى من الوزن الزياد ولا لأ فيك تكوني عام بتمسع دور امرأة عادية يعني ومغرومة وبتحب وما حدا نجيب سيرة هذا الموضوع يعني فينا نشوف مية بالمية انا انا بدعي انه اشخاص يكتبوا هيدا الموضوع لانه مين قال انه مثلا اللي رحت نغرم وتتعذب واللي خفقدت ولاده وهي مش انساني عندها تكوين جسم معين يعني صحيح عرفتين فانا بدعي اكيد انه الكتاب هن المفروض يلفتوا النظر لهيدا الموضوع وانا بالعكس ما عندي اي مشكلة لانه الحمدلله عندي ساقة انه انا قادرة انه قدي هيك ادوار اوكي وليانا شو احلى دور بحياتك معقولة مسلي او يا ترى هل مسلتي او بعد ما اخدتي شو بتحبت جسدي تعملي اوكي سؤال حلو كتير بدي شوية تفكير بس رح جاوب دغري في مسلسل انا كتبته كتير دراما سوكبر دراما بيحكي عن ام تنازلت عن بنتها لزوجها لانه اضطرت انه تطلق منه بسبب تعنيف المنزلة فكتير بحب جسد دور هالامية اللي تنازلت عن بنتها وشو بتتعرض لقدام من كره بنتها لقلة بلا ما تعرف شو الاسباب هالامور يعني هيدا هيدولي الادوار انا كتير بيعنولي خلينا ننوح انه في كتير حالات هيك بلبنان في كتير نسوين او سيدات خسروا اولادهم من وراء العنف المنزلة والولاد طلعوا هني ضحية اكيد ضحية هيدا الموضوع اكيد بتحلمي بدور بطولة كبير لقلك انت اليانا يكون مسلسل لقلك حدا شي مرة مثلا نقلك منعتيك دور المسلسل بس على شرط تضعفه ولا ما في شروط مهم انه اليانا هي بتتجسد هيدا لحد اليوم ندا انا ما تعرضت انه حدا يحط علي شروط انه انا باعتيك هيدا المسلسل مقابل اي شيء او مقابل تنازل معين او مقابل انه انا اضعف بعد ما اطاعد فيها بس في حال عرد علي هيدا الشيء اكيد الانسان بعيش دايما بالامل لقدام وبحب انه ينجح فانا جاهزة وبتمنى هيدا الشيء بس اذا بدوا ينحط علي شروط معينة ممكن فكر مئة مرة قبل ما انا قبل اوكي وانت هالمره شي مرة عينيتك حسيت هيدا الشيء حافظ بحياتك ولا لا انت مرتاحة مع حالك ابدا من نحافظ انا مرتاحة لانه انا مقتنع بي اللي انا فيه والحمد الله ما عندي مشاكل صحية وانا حدا بينتبه ببعض المطارح يعني على حاله ممكن يجي نهار تلاقوني كتير ضعيفة بس هيدا الشيء بيكون نابع من اراري انا الشخصي مش من ارار الناس عيروني ولا ضعفة ولا لا بكون انا قررت اخدت هيدا الارار على هيدا الاساس ممكن انا غير بشكلي هيدا هو بس يالي بيخلينا انا غير ارار شخصي اكيد اكيد وانحنا منشجح هيدا الشيء انه يكون بس ارار شخصي مش لانه المجتمع هيك بده او السينما هيك بده صحيح بس يتعرفوا عليك العالم او يشوفوك على الطريق بيعرفوك كملكة جمال او بيعرفوك كالولو او بيعرفوك كارولا من وجع الروح من فترة صغيرة في حدا تذكرني من دور وجع الروح كارولا بس الاكترية بعدهم كتير مطبوع براسهم انتخاب ملكة الجمال وخاصة من بعد من عارض دورة جوني جبال وين ما بمشي ما بقى حدا يقول ايليانا لولو لولو اصلا الاحرف طالعة من اسمك كينا نقول ايليانا لولو فصاروا الكلة عايتلي ايه لولو لولو بس في كتير ناس كمانة بعدها بتتذكر الانتخاب تشبهك لولو شي ببعض المطارح هدا كتير طيب هدا كتير طيب وحدا قلبه كتير كتير طيب يعطي من قلبه بلا ما يسأل انا هيك بس عم بتعلم شوي خفيف ايليانا بتذكريني هلأ مؤخرا شو اخر اعمالي تذكرتي لقبل ثلاث اعمال امتي فيها مؤخرا من وقت الكورونا لهلأ شو هني بتسمي لنا ياهم بالقسم و بتقولي لنا مع مين و وين فينا نشوفهم اوه اخر كليب عملته مع شارل ماكريس يلي بحبه من قلب قلب هالانسان الطيب هو بس تنعرف عنه هو بيعلم هب هاب ورأس وانت بترأسي يعني بالفيديو نو انا كنضيفة بالكليب هو كان في معنى كمان اشاف ريشار نعم فهو كان تحيي لفليمون وهبة راحل فيليمون وهبة وشاركت بهيدا العمل لانه انا شارل شخص بحبه كتير وبحترمه كتير يعني بحترم فنه كتير فهيدا كان اخر عمل قبل واشتغلت كمان مع ناجي القصة كليب شو كان بدي كمانا صورني كان شي كتير مهضوم وحلو شو دوريك كنت كمانا دور البطولة معه بالكليب اللي هي بيقى انه انا وصحبتي نزلين نحن في عنا بيتش بارتي مع زومين عليها هو بنعجب بصحبتي فأنا بغار بقرر انه يشربوا ويسكروا وتاخدين مننا ومظبوط بيطلع انه تجوزني هو سكران فهيدا رسيلة اذا بديك انه لازم واحد ينتبه لها الامور والعمل التالي العمل التالي اوكي بلش انسا شوي في عندي كمانا شركت مع دانا الحلبي من فترة كمانا نعرض كليبا كانت عم تجدد غنية انا دانا هيدولي كثلاث اعمال كليبات شركت فيهم اخر شي وهلق في شي جديد عم يتحضر كمسلسلات او فيل كان في مسلسل بلشنا فيه تصوير اول نهار طبعا ويصبر قلب اهليون وقريبينون ما بعرف شو هالوضع يكون معنى بلبنان نحن ندعي صلاة لها البلد حتى يرجع يوقف على اجريه ونرجع كلنا نبين صورة لبنان الحلوة اللي معروف فيها لبنان اليانا رح انتقل شوي للشخصي اوكي اليانا خسرت بيك عم وحبيب من حوالي عصنة وشوي وبعدك لهلق عايشة الخسارة الكبيرة بحياتك بتخبرينها شوي شو هي خسارة الاب بحياتك شو صار اصلا ليش خسرتي والمعاناة اللي عم بتعشيها لهلق يعني اصلا المشاهدين بيحبوا يعرفوا كمانا الشخصي عن الممثل مش بس المهدوم اللي بيدحكون الاعماله بحبوا يعرفوا اكتر عنك خبرينها شو قصة الوالد البابا كان بتربطني فيه عليقا مش بيوب انتو هو حبيبي هو مبعلك السمع مسمى حبيبي ايه البابا ندا انا دايما بقول بس شغلي قبل انو الانسان لما بده يتوفى بحس ربنا يمكن بيعطيه بحسسوا بهالشي ما بعرف انا هيدا شي لمستو البابا توفى نهار تانين نهار السبت كنا قاعدين مشاوي وسهرانين ماشي انا وامي واختي وباي نحنا ومبسوطين وعم نرقص باي بتنزل دمعتو هيدا نهار السبت يا ليا بابا عم تبكي بيقلي ما بعرف بس انا اذا سابني شي بوسيكم ببعض فما حدا توقع تانين البابا كان مابو شي كل نهار فجأة بيعمل جلطة على الدماغ بيتوفى بالبيت؟ هو وقع بالبيت يعني كان قايم على اساس بده يشرب قهوة تعيط له الماما ميرت ففاتت لعنده لتشوف ليه مرد لقيته نيم على الاتخذ ودغريب بالصليب الاحمر وصلنا على المستشفى وما قدروا يخلصوا يعني خلص وقف لدماغ وكان عنده مشاكل صحية قبل فهيدا الشي ما قدر يساعدوا انه يشفى وفات البابا نادا كتير صعبة يعني انا بحياتي ما اطعت بمثل هيدا الاحساس ابدا صعب خسرنا جسر البيت انا جسديا خسرت الدنيا كلها بس بذات الوقت بعد فترة زمنية معينة اكتشفت انه الانسان بالجسد بيموت بس روحه بالضل موجودة يعني انا وان ما بمشي وان ما بروح متل ما بصلي للعذرة ولياسوع بصليله وبيقول له يا بابا ضلك ترد علي متل ما كنت تعمل بلمس هيدا الشي تصدقيني والاحلى من هيك انه تكوني اخدي رضا البي قبل ما يموت فانا بي قبل ما يموت عطانا رضا كلنا هيدا الشي عزيني كتير وهيدا الشي كل ما بتنزل دمعتي انا بعدني لليوم ببكي بس كل ما بتنزل دمعتي ما بعرف بتذكر هيدا الرضا اللي انا اخدته منه بعرف ادي كين بي مرتاح وخاصة لما يعني اخر سنتين نحنا ممكننا يخليه اشتغل كي قلت له انا بديك بس تقعد ترتاح بدي اتفرج عليك خليك بس هيدا مشيئة ربنا ربنا هو اخد هيدا الروح هو اللي خلقه بس بي موجود موجود بقلبي موجود باعمالنا اللي منعملها كل يوم موجود انه نحنا بس بدنا نتروأ دي غري بنذكره يعني كأنه هو موجود معنا هيدا دنيا صعبة بس بطلب من كل شخص بيوا بعضوا موجود بها الحياة ما يزعلون اهلون خاصة ما يزعلون ينتبهوا عليون يربحوا وقت قد ما فيون معون لانه من بعد الام والبي ما في حدا ما حدا يقلي انا بحبك متل بيك ما حدا مطرحه ما حدا اكيد بحبونا وكل شي بس ما حدا محل الاهل لازم كل الولاد يعرفوا هالنعمية اللي هني عايشين فيها طول ما البي والام موجودين امين شو بدي اقلك يعني مرحوم بيك واضح قدي عنده كان تأثير على حياتكم وانا كنت شوف هالتأثير على السوشيال ميديا بكيف بتعبر انت واختيك كيف بتحطوا صوره كل يوم كيف بتحطوا الفيديوز طبعه وانا مأكدة انه هو عم بيتحب السماء اكيد اكيد ومفتخر فيكن حبيبتي الحمدين اليانا انت بتحبه هلتانا ننتقل لا لاشي عائلة تاني نعم يعني انت بتحب كتير تربية الحياوانات الأليفة نعم وكنت بتملك كلبين صحيح وكانوا معبين لك يعني الفراغ الفراغ اللي كنت عايشتي بحياتك ولكن صار معك مش رحقول حادسة رحقول جريمة شو صار اتلون هو المجرمين العالم يلي بلا ضمير يلي بلا قلب اتلون في كتير ناس بتضحك بتقلك العالم عم بتموت عم تقصفه على كلاب بس بدي اقول شي هيدا روح ما حدا له حق يقتل صحيح نقطة على السطر شو ما كانوا يكونوا نحنا ما قالنا حق نقتلهم الله خلقهم ما قالنا حق نقزيهم طبعا خاصة اذا انا عندي الكلب يلي سلوا عندي عفوا يلي سلوا عندي خامسة عشر سنة مربيته عم بياخدوا مني كفرد من العيلة شو لك؟ بالأيلي الوحيد اللي زجيته على البيت بيركد على البيت اكيد وبيستقبلك بيحميك بيحبك ما بيقزي ما بيقرب على حدا هو مش طالب منك شي غير انه الطعمي طلعي مش طالب شي فبليل بنهار بدي اقول لي الماما عم بتصرخ على التليفون سمموهن حطونه اللانات اصلا عالميا ممنوع حدا يستعمل ميدة اللانات بلا ما يكون معه يعني تقرير ان هو بيقدر يستعملها هلا صراحة انا دا يمكن ما بديشك بالعالم بس شكاينة بحدا ما بحب ادعي شو بتقولي له؟ ما بحب ادعي بس قلبيا بقول ان شاء الله الله ما يوافقه لانه لانه او ان شاء الله يدوق هيدا الوجع بيحياله شي هو بيملكه غالي على قلبه مش لانه حيوانات انا بدي كبهم بالزبالي و انا اعتبرهم مش موجودين هيدول يروح ما حدا له حق يقتلن قتلولي اياهم بابسط الامور حطولن اتنيناتهم لاناتوا ماتوا قدام الباب طب هنه شو ربحوا كانوا عاملين شي هالكلام ابدا يعني انا الكلب اللابلادور يلي كان عندي انا كان عندي لابلادور كان عندي بيشون اللابلادور جبته بس وفى البابا ما بتطلع من مفرق البيت بتخاف بعدها صغيرة ما بتسترجي راكسه عمره خمسة عشر سنة كان يبرم بالحي يعني باعتقد كان ينزل عنجارنا على التراس بس انا سؤالي هون لما هالكلب عم ينزل عم يدايق بمطرحة معين طب ليش هالشخص اللي يدايق ما اجا قال لاصحابه لو قلنا و تركنا الكلب يروح له حق يمكن بمطرحة معين بس نحنا ما عرفنا بهيدا الموضوع انا فجأة قتلولي ايه هون هني ما ازيو على كل حال انا بدعي كل الناس ندا ما بعرف يعني حرام حرام ما حدا يقزي هالحيوانات حرام لو شو ما كان يكون بيخافوا منهم يتجنبوهم بس ما يقتلوهم صدقين هيدا جريمة ليبني يخافوا منهم ما بيخافوا اصلا يعني بالعكس اي يعني قتلوهم بابسط الامور وعيشونا فراغ من اول بشجيد لانه هني كانوا يعبوا فراغ كتير كبير بالبيت فما بعرف ما بعرف هيدا اجرام ما لازم نحنا يريد عنا دولة مثل الخلق بكل صراحة تقدر تدافع عن نحوهم لابسطقين لنص العالم تتعلم لانه حرام ما بيجوز شو ما انا قوي الله يعاوديك عن جد يعني اليانا اشرفت حلقتنا على نهاية بس هيك جملة سؤال سريع يعني انت من عائلة مؤمنة كتير وصار عندكم عجيبة بالبيت اختك شفيت من الكنسر وشو بتقولي اليوم للناس المؤمنين اللي عم بيحدارونه للناس المؤمنين بقلهم دايما خلوا ايمانكم يزيد ويزيد رح توصلوا لانهار هيدا الامان اللي انتو عم بتقامنوا فيه رح يأثر على الناس اللي حواليكم على قد ما هني اشرار على قد ما انتو رح تعطوهم نور وامان وللناس الغير مؤمنين يلي انا كنت بيوم من الايام واحدة مننن صارت قصة اختي وصخونتها ربنا يمكن حط هيدا الشي فيها تاي علمني فيها فبقول للناس الغير مؤمنين ما تنتروا يصير معكم شي لا انتو صلوا وامنوا واشتهدوا ونحنا بحاجة انو نكون عن جد خاصة بها الايام نحنا بحاجة للإيمان وللصلاة وننتكل على ربنا لانو اللي عم بيصير ما بيجوز يعني من كل الميلات مشا نيك انا برجع بقول مرة تالتة لبنين بحاجة لصلاة وللصلاواتك اكيد اللي انا نعمة نورتنا حبيبتي كانت حلقة بتاخد العقل بوجودك نحنا على طول متشوقين نعرف اخبارك واعمالك ونطرين نحضر الفيديو كليبس اكيد ونتمنى لك كل النجاح وان شاء الله تصيري سفيرة الملكات الجميل حبيبنا ندب وتصيري تواصلي رسالتك كوين ما كنت ان شاء الله يا رب انا بقلك مرسي كتير مرسي لك كل يلي عم بشاهدونا شكرا اعزائي المشاهدين خلصت معنا اول فكرة لليوم دقائق ومنرجع سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة